السلام عليكم. دلوقتي نتكلم إن شاء الله على موضوع الظريف. اسمه The man with 12 jobs. الراجل اللي عنده 12 شغلانا. ده فاضيخ. بوزف باشا الاكسساس نمبر 2 هنا ثمرين رقم 2 بيولك match the sentences وصل الجمل with photographs بالصور. أول حاجة نمبر 1. He helps in the shops. هو بيساعد في المحل. نمبر 2. He makes breakfast. هو بيعمل الفطار for the hotel guest. بيزة بين الفندن. نمبر 3. He pumps gas. بمب يعني يضخ. هو بيضخ البنزين اللي معنى كأنه شغال عامل في محط البنزين. نمبر 4. He gets يحصل على أو بيجيب the mail البسطة from the boat من الملكم. نمبر 5. He drives besuit the children to school. بيوصل الأطفال للمدرس. نمبر 6. He delivers. Delivered gaming كلمة delivery يعني اللي هو التوصيل أو الاستلام. فdeliver يعني يوصل أو يسلم. نمبر 7. He has a mug of tea. هو بياخد فنجان شي. وهي works as an undertaker. طبعا انت جافل ما قلت لأ undertaker بتاع جونسينة اللي هو بتاع المسرة صح؟ انت صح انت صح انت صح undertaker يعني حانوتي. تعال كده مع بعض نقرأ السطور الطويلة بتاع الرجل. ركز معايا وحنبتد إن احنا نرجع مرة تانية وانترك. بس انت محتاج تقرأ الكلام ده مع نفسك عشان تعرف تقرأ صح. شامس Max Barron شامس is a very busy man. He's 60 years old and he has 12 jobs. He's a mail carrier, a police officer, a firefighter, a taxi driver, a school bus driver, a boatman, an ambulance driver, an accountant, a gas station attendant and an undertaker. Also, he and his wife Margaret have a store and a small hotel. شامس lives and works on the island of Gija in the west of Scotland. Only 120 people live on the island in the winter, but in the summer 150 tourists come by boat every day. Every weekday, شامس gets up at 6 and makes breakfast for the hotel guests. At 8, he drives the island's children to school. At 9, he gets the mail from the boat and delivers it to all houses on the island. He also works on the island's only gas station. Then he helps Margaret in the shop. He says, Margaret likes being busy too. We never take vacations and we don't like watching television. In the evening, Margaret makes supper and I pay the bills. At 10, we have a mug of tea and then we go to bed. Perhaps our life isn't very exciting, but we like it. طيب أنا حاس أن أنت فاهم قوبي كلم عني. بس تعال نترجم مع بعض قوم لكم. شامس is a very busy man. رجل مشغول جدا. He's 60 years old. عنده 60 سنة. And he has 12 jobs. عنده 12 شغلان. He's a mail carrier. سعي بريد. أو منكتول عليه بوست مان. عادي جدا. A police officer. زابط. A firefighter. رجل اطفاء. A taxi driver. سوى تاكسي. سواء عربية مدرسة بوتمان بوتمان اللي هو بحار اللي هو شغال على مركب سواء عربية إصعاف محاسب يعني عامل في محطة بنزين خذنا يعلو كده بمعانا حنوتي أيضاً ستور يعني مول أو محل كبير وفندق زغير ويعمل على جزيرة اسمها جيشة كلمة اسمها آيلان مش آيسلاند آيلاند في غرب سكوتلاند عايشين على الجزيرة يعني السعال أكبر منها في الصيف مئة وخمسين واحد بيقوا على المركب كل يوم كل يوم عامل أنت عندك كلمتين لازم تاخد بلك منه عندك كلمة اسمها ويكدي وكلمة اسمها ويكند الويكند اللي هو الخميس سوري الجمعة والسبب بنسميه ويكند عطلة نهاية الأسبوع طب والويكدي السيادتك هي أيام العمل اللي هي صندقي منضي حافظوا ملاقة تيوزدي وينزدي تيرسدي يبدو الخمس آم عامل بتحب تبقى مجغول أمراته دي مش بناخد أجازات يعني أجازة مش بنحب نتفرج التليفزيون تتحضر سبر ده صديقي هو الوجبة الخفيفة اللي هي بتبقى في الغالب ما بين الغداء والعش دي اسمها سبر الغملة دي جميلة بمعنى عيد فع الفوتير pay the bells at ten we have a mug of tea ناخد فينجان قهوة and we go to bed بنروح ننام perhaps ربما our life isn't very exciting but we like it طيب تعال نروح كده معايا حضرتك على الإكسسايز ده ده listening محتاجك تسمع و تكتب اللي انت تسمعه معايا ماشي ده التمرين رقم كافة الإستماع الخمس سرطين okay track 35 listen to four conversations from Seamus's day after each one answer these questions one good afternoon can I have good afternoon 80 تمام 1.80 anything else anything else anything else معناها أي طمر بحاجة ثاني عايز حاجة ثاني أو حاجة أي حاجة anything else no thank you no thank you number two two only two letters for you this morning only two letters for you this morning thank you very much Mr. McSparran and how's Mrs. McSparran this morning and how is Mrs. McSparran this morning oh she's very well thank you she's busy in the shop she's busy ah جدا مشغول number three three a mug of tea before bed oh yes please a mug of tea before bed ديري يعني عزيزي اوي حبي oh yes here you are here you are معناها هتفضل thank you dearie I'm very tired this evening أيوه I am very tired this evening تاير داني مور تعد روحل number four four hello Mr. McSparran good morning boys and girls hurry up we're late good morning we are late and we're late can I sit here Mr. McSparran no no I want to sit there I want and I want be quiet all of you and sit down be quiet خليكم all of you and sit down خش معايا كده حضرتك على الصفحة اللي بعدها اللي هي يا فاندم page twenty two طيب هنا بيتكلم بقى على حاجة نزيزة اللي هي jobs jobs يعني الوظائف فانت هنا عندك مجموعة وظائف وعندك هما بيعملوا ايه في بي ناخد المجموعة الوظائف دي اول حاجة عندك اكتب معي اعني طيار شيف شيف نيرس ممرضة لوير محامي ممثل سحفي عريضة ازياء لو انت الكلبة بالنسبلك صعبة السمها يعني مهندس معماري يعني بيع طيب تعالوا موصل كل واحدة بالقصدها بيعمل ايه بيسوق طائرات طيب بيعمل الشيف بيطبخ في الفندوق بسوري في المطع طيب الممرضة هنا جدع معناها يهتم بي او يعتني ماشي طيب المحامي بيعمل ايه بيساعد الناس وكلمة كورت يعني المحكمة ان اكتر الممثل ميكس موبيز بيعمل افلام منكتل عليها موبيز او فيلس اه اجورناليست الصحفي رايتس هيا دي رايتس فور the newspaper بيكتب لك رايت اموديل عريضة لازياء بتعملي wears beautiful clothes بتلبل ملابس جميلة المهندس المعماري بيصمم مباني واخر حاجة sales assistant الباقع بيبيع اشياء تعال تروح معي كده حضرتك على دي ودي لقى عايزي لها درس داني نحق فيل امعلم وهبعث لك الفيديو اللي بعد